اشتركوا في القناة زغاريت جزائرية في لحظة يتوج فيها فريق نادي المجمع الرياضي البترول الجزائري بكاس بطولة الأندية العربية للسيدات وبالمركز الثاني على مستوى فرق الرجال مازلنا نعيش لحظات تتويج فريق نادي المجمع الرياضي الجزائري وصيفا لبطولة الأندية العربية للرجال المجمع الرياضي في الدول الأول فاز على الوحدة السعودية 23-22 وعلى الغرفة القضر يخسر أمامه 31 مقابل 33 وفاز على برقان الكويتي 28 مقابل 17 ثم فاز على الدور الثاني على رجاء كدير المغربي 31 مقابل 24 وفاز على البرقان الكويت 32 مقابل 25 هذا هو كاس بطولة الأندية العربية يظهر بوضوح في صالة الأميرة سمية بنت الحسن لقطة للذكرى لفريق نادي المجمع الرياضي البتروني الجزائري الذي لعب في المجموعة الأولى في الدور الأول لجانب الغرفة القطري والوحدة السعودي وبرقان الكويت وازلنا معكم على الهواء مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية